موسيقى القوات المصرية تأثر على اجزاء من حطام طائرة الركاب المصري المفقودة على بعد 290 كم شمال مدينة الاسكندرية الساحلية قوات الاسد تسيطر على القطاع الجنوبي من الغطط الشرقية مع نزوح لمئات العائلات من المنطقة طائرات التحالف الدولي تلقي منشورات فوق مدينة الرقة الخاضعة لسيطرة داعش تطالب فيها السكان بالمغادرة تحسبا لعملية جوية محتملة جولة الكويت تسابق الزمن والمقاومة الشعبية تطالب بالعودة الى الحسم العسكري مع الحوثيين انطلاق عملية عسكرية لاستعادة الشريط الحدودي بين العراق وسوريا والاردن امتدادا من قضاء الرطبة ومنفذ طريبيل وصولا الى منفذ الوليد غرب الانبار وزير الدفاع الاسرائيلي موشا يعلون يعلن استقالته من الحكومة ويلت لسيت بسبب عدم ثقته برئيس الوزراء نتنياهو اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة